أستاذ أحمد من اليومية يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايك يا سيد أحمد كل الاحترام والتقدير لحضراتكم وشخصكم الكريم وفريق العمل المكافح ونسأل الله عليه القدير أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم جميعا أمين يا أبا أدي وصف جديد أول للفريق العمل وفريق العمل المكافح شكراً يا أستاذ أحمد مع حضراتكم أحمد عبروجم الغرب بشبرى الخين يتفضل يا أستاذ أحمد حضرتك عند زيادة مقابر نقوم بتوزيع بعض السلع الغذائية أو بعض الأغذية وبعض المبالغ النقدية فهل ينال الموتى سواء بذلك التوزيع أو ذلك العمل هذه واحدة أرجو من حضراتكم أن تنقض ضوء على أداب زيادة المقابر معلش بعد إذن حضرتك بالسلسل شوية لحسن ده العملية يعني إيه إلى حد ما بدأت الناس يعني معلش إلقاء الضوء على أداب زيادة المقابر يا دكتور حاضر أنا أعزكم بس ثلاث أداب عشان بس إيه عشان وقت الحلقة أول حاجة السؤال الأولاني هو السؤال الخاص بمسألة هل ينال إحنا بنوزع حاجة أسمع الرحمة يعني التعبيرات المصرية تعبيرات مليانة حب لله سبحانه وتعالى وتعبيرات مليانة معنى من معاني الصلة الربانية العجيبة فسموا البرتقان وسموا الأرس وسموا الحاجات اللي بتتوزع كلها سموها رحمة ونور على مين على هذا تسميتها رحمة ونور على الموتة يبقى هم قصدوا أن ده سوابها يصل إلى الأموات فيصل إن شاء الله يصل يعني البرتقان وكمان الحاجات اللي بتتوزع دي اللي هي زي الأرس والكلام ده كله يصل إن شاء الله سوابه على إنه صدقة ويوصل ده سوابه آه طب عشان يوصل سوابه بالأكيد يقول إيه اللهم هب مثل سواب صدقاتي هذه لفلان اللي هو الميت بتاعه فيوصل إن شاء الله حاجة تانية سألتني عن الأداب أول حاجة في هذه الأداب هو أن نذكر الله لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنني كنت قد ناهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة تذكر بالآخرة يعني إيه يعني تذكر بالخوف يعني بالخوف من الآخرة لا تذكر بالله فلذلك لما تدخل المقابر تذكر الله ولذلك أول حاجة نعملها لما ندخل المقابر نعمل إيه نسلم على أهل القبور يعني نقول له منتوا في حضرة السلام سبحانه وتعالى فأول حاجة يبقى فيه حالة من حالات ماذا؟ حالة من حالات الأدب اللي هو أول شكل من أشكال الأدب ذكر الله حاجة تانية إن إحنا في مكان خاص المقابر ده مكان خاص له أدب خاصة يعني ما ينفعش إن إحنا في المقابر نعمل نفس اللي إحنا بنعمله فيه في الأماكن العامة يعني إيه اللي حاصل؟ يبقى فيه خشوع إن إحنا هنا في ذكر إيه؟ مهابة الموت فيبقى فيه خشوع وفيه انكسار وفيه تذلل لله سبحانه وتعالى وفيه خبوط لما ندخل في المقابر ليه؟ لأن هذا له هيبة عند الله فنخلي بالنا إن إحنا نرد دخلين في مكان لي هيبة فإيه اللي حاصل؟ فنخلي بالنا لإن إحنا لو ما عملناش كده يبقى إحنا مش عارفين إحنا راحين فين ولذلك لازم نكون عارفين ده آخر حاجة بنقول إن إحنا ما ننساش الدعاء للموت يبقى ثلاثة حاجات نذكر الله نتأدب ونهدأ ولا نمارس أي نوع من أنواع عدم استحضار خشية الموت وفيه آخر خالص كمان ندعو لأموات المسلمين بإن ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم في الرحمة والبركة على الدوام